تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن تصرفه في الكون ما يتعلق بالأرزاق فهو سبحانه الرزاق ذو القوة المتينة ومن هنا علينا أن نستشعر أن الله جل وعلا هو المعطي المانع فهو يرزق من يشاء بغير حساب كما ذكر عن نفسه في آيات كثيرة من كتابه إن هذه الحقيقة الكونية العظمى تغفل عن كثير من الناس فهم يغفلون عما ذكره الله جل وعلا بقوله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ويغفلون عن قول الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فإن الأرزاق بيد رب العزة والجلال وقد جعل الله عز وجل للأرزاق أسبابه ومن أعظم أسباب الرزق أن يكون الإنسان من أهل التقوى كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وهذه التقوى معنى قلبي يكون في قلب الإنسان يجعله يقدم على الطاعات ويبعد ويحجم عن المعاصي والسيئات ومن شاء تكوينها من مخافة رب العزة والجلال ومن حرص الإنسان على الاستعداد لآخرته ومن اتق الله دخل الجنان وارتفع الدرجته يوم القيامة كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وكما قال سبحانه إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات وعيون